ساليكو شاب تلتا سانوين ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض حل الكويتشن بانك زي ما انتم متابعين معانا احنا خلصنا المودن شرح وحل وخلصنا شاب تروان الحمدلله شرح وحل ودخلين دلوقتي فتو والاسبوعين الجاينا نخلص 3 و4 ونبدأ بعد كده نحل الامتحانات اول حاجة بيقولك رنج الفيس اريا بتاعته 0.4 متر سكوير دي الارية مش محتاجة تتحول محطوط براليل اليوني في الماجنيتك فلوكس دينستي كزا ويبر برميتر سكوير ده الي هو الماجنيتك فلوكس دينستي يعني اليوني دي المفروض اللي هي تسلا عايز الماجنيتك فلوكس passes through الرنج ده بكم؟ طبعا هو قالك في الاول براليل واحنا عالفين الماجنيتك فلوكس 0 في البراليل وماكسيمم اما يبقى البي بربندكولر على الارية في اول اجابة بزيرو قالك طب لو الرنج rotated about the axis of its plane بانجل سرتي من البراليل احنا حافظين برضو الشكل ده ادي الفلكس وادي الكويل وده النورمال على الفلكس وده النورمال على الكويل والانجل ما بين الكويل والفلكس سين وما بين النورمال كوزين وما بين النورمال كوزين وما بين النورمال كوزين وما بين النورمالين سين تاني فهو بيقولك لف من البارالي للبوزيشن يعني هو كان بارالي للفلكس يعني هو كان زي الخط اللي انا عملها السمه ده ولف يبقى الانجل دي انا عمل لها ايه الانجل دي ما كان الصين يبقى ساعتها هنيجي نقول في ام بي ايه ساين سيتا لا سيرتي طيب البيمت دهنا بزيرو بوينت زيرو سيكس والاريا بزيرو بوينت فور مالتبلاي ساين سيرتي هتطلع الاجابة زيرو بوينت زيرو تولف ماجنيتك سوري مالتبال ريكتانجل الكويل of different area placed inclined with angle 60 to uniform magnetic flux اوزي جرافة present relation ما بين الفاي ام و الاريا وعايز يعرف الماجنيتك فلاكس كامل طيب لو خدنا ايه نقطة يبقى انت مبروك معاك الفاي ام بس خد بالك الفاي ام دي مضروبة في تم بور نيجاتيب فور ومعاك برضو الاريا ودي بالميتر سكوير ومش مضروبة في حاجة والانجل دي شوفها تعمل لها صين ولا كوزين هنلاقي برضو ان هي الستين دي الانجل ما بين الكويل والمانياتيك فلاكس فهنلاقي نفسنا زي السؤال اللي فوق بنعمل لها صين طيب تعالنا نعوض يبقى في ام اكوال بي اي صين سيتا في في ام قلنا مثلا هناخد الفاي في تم بور نيجاتيب فور والبي احنا عايزينها والاريا بزيرو بوينتو ملتبلاي سين سيكستي هتطلع لك تو بوينت زيرو ايت ات سيكس اللي هي ابروكسيماتلي تو بوينت ات ناين تان تيم بور نيجاتيب سري اوزيد دياجرام شور اكتانجرار كويل ذات هز موفنج بكونسانت فلوستي الحتة دي فيه فلوكس انتو والكويل ده يتحرك ناحية اليمين عايز يعرف اين هايحصل لفي ام طبعا هو هنا الفاي ام بزيرو دخل يمين شوية الفاي ام زادت دخل يمين شوية الفاي ام زادت دخل يمين شوية فاي ام زادت وهوبا بدأت الفاي ام ايه تقل بدأت عدد الخطوط اللي بتخترق الاريا تقل يعني هيا هنا كانت زيرو هنا وصل ماكسموم وبعد ما وصل ماكسموم على طول بدأ ايه بدأ يقل لكن كان فيه سؤال في الواجب لو فاكرينه كان نتكبر للاريا اللي فيها الاكساب دي فعشان كده اخترنا اخر اجابة افيذ تفاجر شوه سايد فيو فاكويل هوس بيانك بلازد ماكنتاك فايل واتشوزا فولوان جاكشنز ميجزة ماكنتك فلاكس باسس بروزا كويل دي كريز تيل اتفانيش زين انكريز عشان يريتش الانشهال فاليو طيب احنا عارفيني ان الفاي ام عشان تبقى زيرو لازم تبقى ايه تبقى براغل فحوا عشان يفانيش لازم يلف كده كم سكستي ويلف 60 ثاني عشان يرجع كما كان ازاي يرجع كما كان ترجع الانجل مبين الكويل والفلوكس 60 كما كانت فترجع نفس الحزبة فمبدئيا كده هو هيلف و هيلف 60 و 60 الى 120 لو كان عايز يفنش بس كنت اقول له اه لف 60 بس و بزاة فيجر شو سايد بيو اف كويل ازاي مغنيتك فلد افزا الكويل ازرو انجل 120 كاونتر كروكويل يعني انتكروكويل عكس الساعة يعني لف في الاتجاه ده 120 اعايز يعرف الفرياشن اللى هتحصل ايه طيب هو دلوقتي ولا هو ماكسيمم ولا بربندكلر يعني الفاي ام ولا ماكسيمم ولا زيرو دلوقتي اما يلف 120 في الاتجاه ده فعشان يوصل للنورمل هو يلف 60 وبعد كده ناقص على المائة وعشرين اللى هيلفها 60 كمان فهتلاقيه تقريبا رجع كما كان يعني بص كده هتلاقيه زاد وبعد كده رجع كما كان طيب يعني مش بي ومش دي هل هو بدأ من نص في ام وصل الماكسيم وبعكده وصل لها تاني ولا بدأ من قيمة اعلى من نص في ام وصل الماكسيم وبعكده وصل لنفس القيمة تاني الانجل دي هي اللى هتحكمني الانجل دي كنا بنعمل لها ساين وساين سيرت كلنا عارفين ان هي ايه ان هي هوف يبقى معلم هو بدأ من الهوف وزاد بعد كده هيقل ماجنيتك فيلد ديوتو كارنت كارنت كارينج ستريت واير تجيبوا لك زاد فجر شو ستريت واير الديامتر بتاعته اكس يعني الرادياس نص اكس كاري الكتر الكارنت انتنسي 2.5 امير وماجنيتك فيلد كان بكزا عند بوينت كي اللى بتبعد مسافه 2 سنتيمتر طبعاً الـ 2 سنتيمتر دي هنعملها هنعملها time 10 bar negative 2 تبقى 0.02 متر عايز يعرف الديامتر بكام طيب هي الماجنيتك فلوكس حوالين الواير 2 في 10 بار نيجاتيب 7 اي على دي هو مدهلك 1.8 في 10 بار نيجاتيب 4 اللي هي 2 في 10 بار نيجاتيب 7 والكران 2 2.5 المسافة بقى معلم فين بص كده ده الاكسز النقطة دي تبعد عن الاكسز اللي 2 سنتي بلاس راديس يعني 0.02 بلاس هاف اكس لان احنا لسه كتبين تحت الراديس اكوال ايه هاف اكس بص بقى معلم حكا تجي تعوض هنا 0.02 اللي هي المسافة بلاس هاف الديامتر هما تجي تعمل shift solve هيطلع لك الديامتر اه بس هطلع لك بالمتر يعني هتطلع لك اكس 0.01 وده متر يعني الاجابة 1 سنتيمتر which is the following figure represents the correct orientation يعني الاتجاه لل2 وفي 2 compass take when being blazed in a plane of page at two points around long wire الواير ده قوت وده قوت كلهم قوت فالمفروض هنرسم circle حواليهم واحنا عارفين ان القوت anti clock فالمفروض ان النادل ده يبقى tangent كده وده tangent كده لكن هنا نورس يبقى ده غلط فاحنا عايزين النورس ده شماله والنورس ده يمين يعني الاجابة هتبقى c opposite figure magnetic flux due to the flow of electric current in the wire at x equal cam طبعا احنا بنختار دايما المسافة النورمال يعني احنا عايزين المسافة تبقى ما بين الواير وما بين النقطة اقصر حاجة مسافة بالبندكلور فدلوقت اما اجي احسب الدي ده هنحسبها من الصين يعني هنجي نقول صين 30 equal to opposite الوايط دي على الهايبوتنس الخمسة صمتي الى 0.05 فكأن الدي هتطلع لك 0.05 sin 30 مش عايز اعرف بكم هنحسب ايه مرة واحدة ومش لازم امسيك الكاركولتر مرتين يبقى كده الفلوكس نعود في القانون two time temper negative six في الكرانت اللي هو بسري امبير على الدي اللي قلنا 0.05 multiply sin 30 هتطلع الاجابة two point four time temper negative five اللي هي اول اجابة opposite figure represent straight wire كاري الكتر الكارانت اي عايز ريشو ما بين الماجنيتك فلوكس دينستي عند point x وعند point y الماجنيتك فلوكس دينستي احنا عارفين انها direct مع الكرانت وانفرز مع الدي طب وانا بحسب عند النقطتين دول هو نفس الكرانت فاللي فوق كله ثابت فالفلوكس انفرز مع الدينستي بس فهنعمل هنا دينستي دستانس y على دستانس x دستانس y دستانس y ب2d دستانس x بd يعني الاجابة 2 over 1 opposite figure straight wire carry electric column i is being blessed uniformly away from fixed point x which was a foreign present relation وعند point x والvertecal distance دين كل ما المسافة تزيد كل ما المسافة تزيد الفلوكس هيقل فهي انفرز وانفرز كيرف مش انفرز straight line عشان القنون كله ايه multiply و divided لو كان القنون في plus و minus كانت الانفرز straight line opposite graph present relation between the magnetic flux dynasty at definite point due to flow of electric current in the straight wire والإنتينستي علاقة بين البيم والcurrent بس خد بالك طبعا ايه البيم معمولاتها متم بو نايتب 7 عايز يعرف الدستانس طيب هناخد اي نقطة انت كده معاك الفلوكس 38.4 بس قولنا time تمبر نيجتيف 7 والقنون بتاعك اكتوف تمبر نيجتيف 7 في الcurrent اللي هو هناخده 4.8 على الدستانس بس هنا الدستانس هتطلع لك بالله معلم هتطلع لك بالميتر يعني shift calc هتطلع لك 0.25 ميتر اللي هي 25 سنتيمتر object graph represent variation of magnetic flux dynasty at 2 points x و y around straight wire versus the intensity عايز يعرف مين ابعد لمين طبعا انت عندك هنا السلوب هيبقى بيه على i اللي هو هتلاقي equal to 10 bar negative 7 عد دي يعني السلوب inverse مع الدستانس فهل السلوب بتاع الانجل دي قد السلوب بتاع الانجل دي لأ يعني هما كده مفروض اقوله different distances from the wire طب ليه هقوله الانجل الانجل يبقى ده كده بيتكلم على اختلاف ال displacement واحد عيمين واحد ع الشمال لو كان بيسألني مين الاكبر كنت هقوله distance x الانجل الاكبر يبقى هي اقرب لان احنا قلنا السلوب عكس ال inverse فانت هتلاقي ان slope x اكبر من slope y يعني distance x اصغر من distance y يعني x اقرب y ابعد person standing على distance from electric power cable get affected by flux p person move to distance 2 over 3 distance from the cable يعني كده اقرب كان على مسافة 1d بقى على مسافة 2 ثلاثة 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 دي معينتك flux didn't experienced by him اللي هتعرض لها هتانكريز باي كام مش هتانكريز 2 كام احنا كده هنعمل فلاكس 1 على فلاكس 2 ال distance inverse فا distance 2 على distance 1 الفلاكس الاراني كان 1 واحنا عايزين نعرف الفلاكس الاراني كان 1 فيه ناس هتميل اكتر انها تفرد ده بمية لانه يعتبر كأنه 100% عشان نشوف بقى كام برسنت فهيطلع لك بيتو 150% طب كده هو كان 100 وبقى 150 يبقى هو increased by 50 لكن لو كان قالك انكريز 2 كام كنت هتقوله انكريز 2 1.5 او 150% زي ما الاجابة الموجودة اوزت فيجر long straight wires هتكاري الاتفاق الاتفاق ويقوم بقى اوزت فيجر وقمت اوزت فيجر اوزت فيجر اوزت فيجر عايز يعرف انهي point اللي resultant فيها هيفانش طيب الواير ده كرانت فيه لفوق يعني ناحية اليمين عنده اين ونحت شمال قوت فى احنا عشان يفانش لازم 2 fluxes يبقى opposite يبقى احنا نقطة من عيمين ياسية دي او بي كده ما ينفعوش ولازم يبقى flux external add flux الواير يعني 2.10 power negative 5 2.10 negative 7 والcurrent 10 وعايزين نعرف المسافة بكامل هتطلع لحضرتك المسافة بما تعمل shift calc ب 0.1 متر اللي هي 10 سنتيمتر يبقى انت بتتكلم ان المسافة 10 لكن انا اطلعت لك 20 كنت هتختار D لكن احنا نختار C long straight wire carry electric current directed out of page يعني الاتجاه بتاعك anti clock طالما قوت قالك out of page is placed between magnetic flux dynasty B and its direction as shown as opposite figure في flux B ناحية اليمين في الصفحة كلها correct expression of Z related مجانتك flux dynasty عند نقطة X و Y و Z و K طيب احنا هنا عندنا الفلكس هنا التحت tangent وهنا tangent بتاعه يمين وهنا tangent بتاعه الفوق وهنا tangent بتاعه الشمال فاحنا هنا عندنا الفلكسين يمين فهتعامله plus هنا هتعامله minus لكن هنا هتعامله بايساجرس وهنا برضه عشان بربندكلر هتعامله بايساجرس طبعا اكبر واحدة هتبقى مين هتبقى K والتنين اللي هم البيساجرس اللي هم X و Y قد بعض اكبر واحدة هتبقى K والتنين X و Y هتبقى قد بعض يعني انت بتتكلم في اجابه بي وزد طبعا عشان مينوس هتبقى قل واحدة افزت فيجر represent two very long parallel straight wire edge of Zem carry electric current افزى magnetic flux dynasty due to current wire 1 at point B is B بالراحة كده وبيقولك wire 1 بس هو اللي عامل بي عايز يعرف magnetic بتاع ال 2 مع بعضة ويبدأ المسافة دي وعامل لواحده هنا flux B ال wire التانى نفس المسافة بس ال current زاد 4 مرات يبقى هيعمل 4B هما الاتنين في same direction يعني في النص minus وبره plus يبقى هنعمل ال B يطلع علينا 3B ونسمع كلام ال wire اللي عنده current اكبر كان يمينه N وشماله أوت يبقى احنا بنتكلم في ان هو أوت أوت أوف بيج وفي البيتج opposite figure شوط وبرع ال current current طيب y و z هيتعملوا minus بس y اقرب للكبير برضو فهي اللي هتبقى اجبر بعدها k ولا z تعالى نحسب عند z ان 4i وهنعتبر ان المسافة ب2 minus i واحدة والمسافة ب1 فكانها 2-1 ب2 نقطة k نحن نعملون بلس بس الفور اي على مسافة كام 1-2-3-4 على 4 بلس ده 1 على 1 اتطلع لك برضو ب2 فالمفروض ساعتها يبقى اللي 2 اد بعض واحد هيقول لي صحيح انت ليه اخترت ان x اكبر من y هقول لي عشان انا هنا هعمل بلس وهنا هعمل مينس وتقدر تحسبهم بنفس الطرية البسيطة اللي احنا هسلناهم opposite figure shoot 2 very long barrel straight wire carry electric current بربندكرار to uniform external magnetic field 10 power negative 5 والdirection بتاعه كان ايه كان into result magnetic flux عند نفس النقطة كان نفس الرقم بس الdirection بتاعها قوت طيب هي النقطة دي بتتأثر بكم magnetic field هتلاها بتتأثر بتلاتة magnetic field اللي هما ايه اللي هما الويرين و external طيب الوير ده والوير ده الفلكس بتاعهم في النص minus و برا بلاس فلكس الوير اللي فوق هنا in وهنا قوت فلكس الوير اللي تحت هنا in وهنا قوت يعني انت عندك في الحتة دي فلكس الوير الاولاني كان in وفلكس الوير التاني كان قوت والفلكس الاكسترنال كان هو كمان in والفلكس الريزالتانت طلع بكم طلع قوت يعني ده هو كبير فانا هنا هقول الفلكس التوتل او الريزالتانت اللي هو عايزه ده هعمل بي 2 اللي هو الاوت minus بي 1 اللي هو ال in minus البي الاكسترنال طيب البي الريزالتانت كان 10 bar negative 5 بي 2 كان 2 في 10 bar negative 7 في الكارنت اللي انا عايزه على المسافة 2 سنتي لازير بوين زير تو وهنا برضو 2 في 10 negative 7 الكارنت 6 والمسافة 2 سنتي لازير بوين زير تو والاكسترنال 10 bar negative 5 shift solve اتطلع لك الاجابة 8 امبير اوزت فيجر straight wire blessed برمان دكرار to uniform magnetic flux dnstb directed into the page وانزا electric current passes dnsti انزا wire المagnetic flux عند بوينت بي كان 4 بي بدل مكان 1 بي اللي هو الاكسترنال بقى 4 بي عايز الريزالتانت magnetic flux عند كيوب كام الواير ده هنا هنا ان وهنا قاوت عند نقطة بي اللي هو كان مدهنا في الاول عند نقطة بي كان 4 بي طب بالاكسترنال اصلا كان بي يبقى الواير ده كان عامل كام بي الواير ده كان عامل 5 بي ليه 5 عشان دول هيتمينسوا 1 ان 1 قاوت فانا عايز اعرف اتنين flux minus بعض يديني اللي جابة 1 بي اللي هو flux الواير و flux الاكسترنال الاكسترنال ب1 فلازم يبقى ده 5 عشان يخرج لي ب4 بي سوري مش 1 بي فوق الريزالتانت 4 بي فانا كده عرفت ان الواير ده بيدينا على مسافة دي flux بكام ب5 بي بس المرة دي 5 بي بتاعت الواير هتتعمل بلاس البي الاكسترنال عشان تبقى اللي جابة 6 بي اوزر دياجرام electric current intensity i و 2i are set up respectively في ال2 wires x و y when the wire y is moved away from x الا يحسن لما ينتك flux دينس عند c هما الوايرين دول في النص minus و برا plus يعني الفلكس عند نقط c هو flux x plus flux y يبعد ويجي هنا كده مسافة بتاعت وزادت وما مسافة تزيد flux y الا هيحصل هيقل وما flux y l دا دا اجتماعي عشان دي plus فتقل لكن لو دي كانت minus كان ما دا يقل دا يزيد يبقى كده flux total هي decrease بس ان شاء الله مش هيوصل zero لان في wire تاني جنبه هنا لكن لو دا كان هيبعد قوي 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 ممكن flux بزير انزوج تفجر زانيت flux dynastia عند point x is 1b electric current in tennessee fire 1 decreased 2 i على 6 less huts i 1 over 6 i بدل مكان كام 1 i النت magnetic flux dynastia become كام يبقى احنا كده عايزين نعمل ratio ما بين الحالة الاولى والحالة التانية طيب هو كده كده الtwo wires دول بينهم plus عشان منفقوا بزير direction وبره minus يعني الفلاكس اللي هو متدوني الاولاني والفلاكس التاني كده كده هيتعاملو ايه هيتعاملو minus طيب الفلاكس الاولاني ده هو bunny وإحنا عايزين الفلاكس التاني المفروض تعمل two timber negative seven i على d بس طبعا التوف timber negative seven هيروح مع بعض فمن الاخر هنعمل i على d و i على d طيب ابدأ بالكبير اللي هو current 2 ايدا والمسافة كان cam d 1 d وهنا في الحالة الاولانية current هنا cam 1 والمسافة من wire لحد النقطة كان 3 d الحالة التانية مغير هو 2 مسافة 1 لكن هنا ده بقى over 6 over 3 shift solve اتطلع لك 7 over 6 يبقى الاجابة 7 over 6 b 2 بالل straight wire carry electric current as shown as shown as a magnetic flux dynasty عند midpoint between them كان اتجاه out of bridge و b طيب هو احنا دلوقت الاثنين opposite فالنص plus وبر minus وده عمل in out ده عمل هنا in out فعشان كده الاتجاه بتاع the wires في النص كان out so if the current intensity direction or post of them get changed in one or post wires هو مديني تحت كذا شكل مغير ساعات فيه من direction و مغير ال direction and intensity يعني مهم ان هو مديني ده reference ان flux هنا منظر ده بيه وقالك in which of the following cases من flux dynasty برضو في minute و من it wires هيبقى اتجاه into bridge to b طيب انا عشان يبقى الاتجاه into bridge يبقى كده هو تعكس لانه في الاول كان out تعال نشوف حالة حالة هنا ده in out وده in out نفس المسافة بس ده to ده one يعني flux ال in هنا اكبر بس هل هاي دينا two b لا ده اذا كان هما الاتنين مع بعض اما كانوا بي تجمعوا اما عملناهم برص dany one b يبقى هنا اما minus هاي ديني two b استحالة طب هنا الاتنين في نفس الاتجاه ونفس current ونفس المسافة دي اصلا neutral point طب هنا ده in وده in فالاتنين دلوقتي هيتعملوا هنا plus كده الاتجاه مظبوط بس هل ده مزاد من 1 current الى 3 يخلي الفراكس بدلا ما one يبقى two طب تعال نشوف الاخيرة كده قبل ما نجرب نحل ده in out وده هنا in out فالاتنين into تمام وبرضو ده بقى four b بدل two b وده two b بدل one b الاتنين احتمالات قائمة طيب تعال نجرب بس هنجرب بنفس طريقة الرشو اللي هي اللي حالينا بها السؤال اللي فات ازاي معلم الحالة الاورانية كانت b لا one الحالة التانية احنا عايزين نعرف هي وسط ثلاثة ولا لا حالة الاورانية فوق كنا بنعمل براس كان two المسافة one one والمسافة one برضو الحالة التانية دي كانت four والمسافة one وكان two والمسافة one هيطلع لك b two يبقى الاخيرة دي هي اللي صح لو جربت c مش هتطلع لك two each of the following figure represent set of long straight adjacent wire such as that the wire carry current in dynasty i كلهم فيهم current 1 i in which of the figure magnitude ومagnetic flux dynasty عند point x كان higher وما الاتنين دول في same direction يعني في النص minus نفس current نفس المسافة دي اصلا neutral هنا لو بصيت على الwire ده والwire ده هتليم هما الاتنين في same direction يعني لو ده مش موجود انت كنت هتعمل هنا minus وهم نفس المسافة فبرضو effect بتاع الاتنين دول كان يتcancel فمش هيبقى عند نقطة x غير flux بتاع الwire ده بس طب هنا الاتنين في same direction قلنا في نص minus بس برا كان ايه كان plus اللي هي one على d plus one على two d يعني كان هيطلع لك one and half لكن هنا كان هيبقى one على d بس لو هيطلع لك one طب هنا الاتنين دول كانوا برضو هيcancel بعض لان هم الاتنين في same direction في نص minus ونفس المسافة فشكرا فكان مش هيبقى غير ده بس ده كان هيبقى i على كم d 1 و 1 d فكان هيبقى i على 1 و 1 و 2 3 فأكبر رقم عندك هو هتلاقي من 1 و 1 و c الاجابة c 3 long straight wire x, y, z carry electric current as the present in the house of the figure if the direction of net magnetic flux dynasty on the point q end to the bridge هنا كانت end to the bridge the intensity of the current for wire z less than i ولا equal i ولا equal to i ولا greater 3i طيب احنا دلوقتي الwire ده عمل in اوت ده عمل in اوت ده عمل هنا in وهنا اوت يعني ده in لكن هنا اوت وهنا in يبقى ده in وده in وده اوت وهو احنا قلنا الفلاكس التوتل بتاعها in طيب احنا كده عايزين الفلاكس ال in يبقى اكبر من الفلاكس الاوت صح طيب الفلاكس ال in اللي where x و z يعني current هنا بواحد والمسافة بواحد يعني هنعملها i بواحد و d بواحد و current زد معرفوش بس المسافة بتاعته بص ده هنا و اتنين ده هنا المسافة دي كلها هتبقى 3 ده اكبر من الفلاكس الاوت اللي هو بتاع wire y اللي هو current بتاعه باتنين والمسافة بتاعته بواحد طيب دلوقتي الاكويشن دي هما تيجي تحلها واحد على واحد بواحد بلاس iz over 3 more than 2 ال 1 ده روح نقبل المينوس فبقى i2 over 3 اكبر من 2 minus 1 1 3 ده روح بمرتب i فهتلاقي ان iz greater than 3 يبقى لازم تبقى than 3 i و بزد figure 3 long straight wire are placed in the same plane it should if the current in wire vanish magnitude بتاع magnetic flux اللي هيحصل 1 هي vanish فهو بيسألك على كل من x y اللي هيحصل له تعال نمسك x لو x ده in out ده in out ده in out يعني x كان عنده هنا in و ده out و ده out نفس الكلام ده كان واحد و مسافة بتاعته بواحد ده in ده اللي اخده بوستر واخد البقية negative يعني ده 2 على 1 و ده 3 و مسافته كلها ب3 فكان 1 minus 2 minus 1 يعني كان negative 2 طيب وما ي vanish يعني ده كده ما بقاش موجود يعني الحتة دي ما بقاش موجودة يعني negative 2 negative 1 negative 3 يبقى كده هو اللي هيحصل له increase يبقى هنختار يا i b عايزين نعمل نفس الكلام ده بس عند نقطة y امسح كل ده in out in out in out يبقى ده عمل هنا in وده عامل هنا in وده عامل هنا out يعني هناخد flux الاولاني اللي هو one plus ده بس one i هنا المسافة بتاعتها 3 وناخد معاها ده كمان in 2 ومسافة بتاعته بواحد ده 3 ومسافة بتاعته بواحد بس هناخده minus عشان عكس الاتجاه فكده tilt plus 2 minus 3 يعني هتبقى 30 بس negative طيب لما one ده يفانيش يعني ده يتشطب فهيبقى minus 3 هيبقى negative 1 فكده هي كمان increases يبقى اول اجابة 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 يعني ده قد ده قد ده دول سكوير ومسافة اجابة هنا قوت هنا 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 اجابة نقطة ام فحنا لازم نجي نرسم حوالي كل وير وبيعدي في نقطة ام نرسم سيركل حوالين كل وير وبيعدي في نقطة ام كل مكان الاتجاه بتاع التانجنت اللي هنعمله هيبقى احسن نبدأ بدي دي يعني يعني التانجنت بتاعها هو اللي على شمالها ده قوت يعني يعني التانجنت كده دي برضه فالتانجنت بتاعها كده يبقى احنا معانا اتنين فلاكس هون ناحية دي وواحد هنا ده ده انت كلوك فالتانجنت بتاعه كده يبقى احنا دلوقتي فعند واير ام معانا فلاكس كده وفلاكس كده واتنين هنا طب الفلاكس ده هيكانسل ده فهيبقى لك اتنين فلاكس ناحية مين ناحية فور اتش اتش على اتنين فدول مش اكول. انما هنا وان على وان. وتو على تو دول اكول يعني دي نيوترول. ركز في دي بقى. ده وان ومسافة وان. ده تلاتة ومسافة تلاتة. يبقى اكول يبقى ده كمان. ده وان على وان. ده تو على سري. يبقى هيا الاجابة تو. اند سري. انزا اوبزت فيجور تو فيري لونج ستريت واير بربندكرا تويتش اوزر. ورزا ليست ديستانس بتوين زم اس توينتي. عايز رزام تماني انتك فلاكس دينستي في نوتة اكس. ده واير قوت. وده واير يمين. الفلاكس التوتل هيبقى بربندكرا دي الحالة احنا متفقين عليها. انما يبقى واير حضرتك شايفو اللي هو ده. واير خارج او داخل جنبه. فعايز عند اي حاجة. هتعمل الاتنين فلاكس بربندكرا. يعني هعمل توف تين بور نيجاتف سيفن. الكارنت ما عشرين ومسافة عشر. بس عشرة سنتي دي اللي هي زيرو وان تون. وهنعمل برضو توف تين بور نيجاتف سيفن. الكارنت عشرة ومسافة عشرة يعني عشرة وهنا زيرو وان برضو. تطلع الاجابة. فور بوينت فايف تين بور نيجاتف فايف. طوبر بندكرا رستريت واير كاري الكتريك كارنت عشرة زوزة شجر. وعند انه نقطة اكس واي زد كي المجنيتود هاير ولور. طبعا الواير ده يمينه ان شماله قوت. يمينه ان شماله قوت. والواير ده يمينه ان شماله قوت. فعشان كده الحتة اللي حفزانها اللي هي فيها السهمين دي. عكس بعض بتعملوا ماينس. ودي زيها. ودي بلاس. ودي بلاس. طيب الهاير اكيد سوما انتقال بلاس. هختار النقطة زد. ولا النقطة واي. ودي المسافاتة هي وضحتها لك. طبعا كل ما النقطة قربت. من الوايرين. كل ما الفلاكس يزيد. فعشان كده واي هي الماكسموم. بالنسبة للويست. هنختارها يا اكس. يا كي. عشان دي اللي عندها النيجاتيب. طيب بس الكلام العكس. ان كل ما قربت للواير الصغير. وبعدت عن الواير الكبير اللي هي بنتكلم على نقطة كي. انت كده بتقرب لنيوترال. يعني خب بالك لو مسلا دي. نص دي. او دي دابل دي. والكرانت هنا اي. والكرانت هنا تو اي. تقريبا كده بقت نيوترال. بس هي الكلام ده مش متحقق. اها يعني هو مالاكش ان دي. نص دي او دي دابل دي. بس انت كل ما قربت الواير الصغير بعدت عن الواير الكبير. في الحتة النيجاتيب انت كده الفلاكس بتاعتك قلت. فعشان كده هنختار هنا كي. وهنختار هنا واي. تو ستريت بيرل واير اكس واي كاري الاكتر الكرانت انتنستي اي و تو اي. سو زاد زانت ماجنيتك فلاكس دي. دي محتاجين نرسمها. هو قالك اتنين واير. اي و تو اي. وفي النص بينهم الفلاكس بي. ومالكش هما في اتجاه بعضة ولا عكس بعض. بس قالك لو الديريكشن از ريفيرزد في واحد من الاتنين. النيت ماجنيتك فلاكس دينستي هيبقى بكام. فانا في الاول هتطر مسلا اقول ان هما في سام ديريكشن. وبعد كده ابقى عكس واحد فيهم. واحسب برضه هنا كام. ودي اي ودي تو اي. البي هنا هما في سام دايريكشن. يعني هما مينس في النص. فيبقى ده وان وده وان وده تو. يبقى هنعمل مينس يبقى اخذ الكارنت على المسافة. مينس الكارنت على المسافة. ده اكوال بي. تو مينس وان بوان. تحت هنا في النص هنعمل بلس. وبرده مسافة دي بوان ومسافة دي بوان. يعني هيبقى تو على وان. بلاس وان على وان. اكوال بي تو. اللي هيبقى تو بلاس وان على تلاتة. هنعمل دور ريشيو. فهيبقى بي. على بي التانجة اللي انا عايزها. وان على سري. فبي تو. هتبقى سري من البي الاولانية. هاني الاجابة دي موجودة? لا. يبقى احنا هنعكس. هنقول ان هما كانوا في الاول وبعد كده بقوا سايم. يعني دي هي اللي كانت بلاس. ودي هي اللي كانت مينس. فساعتها هتعكس الكلام. دي اللي هتبقى تلاتة ودي واحد. وهتعكس الريشيو. فهتطلع لك تلت. فهي هتلاقي الاجابة دي. هتلاقي الاجابة دي. بتالي كرينج الريدياس بتاعها 5 سنتيمتر يعني 0.05 ميتر عملناتها بتنبو نيكتف تو. محطوط في البلينوف بيج كاري الكتر الكرينت سوزا ماجنيتك فلاكس انشييتد. هف ماجنيتك دينستي. بكزا. في السنتر بتاع الرينج. دايريكتد انتو البيج. عايز الانتينستي والديريكشن بتاع الكتر الكرينت. طالما الفلاكس انتو يبقى لازم يبقى الكرينت كان كلوك ولا انت كلوك كان كلوك وايز. فاحنا الاجابة بتاعتنا واحدة من الكلوكات اللي عالشمال دو. طيب نعمد في القانون ان انت عندك الفلاكس في الرينج اقوى الميو. ان اي على تو ار. يعني التو بوينت فايف. طيب تنبار نيجاتف فايف. والميو فور باي ملتبلاي تنبار نيجاتف سبن. في الان بواحد. ليه الان بواحد لان اعمال يقول لي رينج. في الكرينت احنا عايزين نحسابه كام. ودي تو ودي الار قلنا بزيرو بوين زيرو فايف. شفت كالك هتطلع لك باثنين امبير. يبقى اجابة سي. which is from graph present variation of magnetic flux dynasty b. at center of many coils versus number of turns. لسه كاتبيني القانون فوق ان الفلاكس direct or numbers مع الان. لا الفلاكس كان direct مع الان. يعني انا اختار اللي جابة بي. وقالك الكويل متكون من 350 turns عايز الديامتر بكامل. طيب ادي البي اقوى الميو ان اي على تو ار. ممكن اشيري تو ار واكتب الديامتر. هناخد اي نقطة. ساخد بالك ده. معموله. time 10 bar negative 3. ودي البرميبوليتي. اللي هي 4 multiply by multiply 10 bar negative 7. ولان قلنا 350. واخد الكارنت اللي عند نفس النقطة اللي هي 6 امبير. وعايز الديامتر. خد بالك هنا الديامتر. هتطلع لك بالايه? هتطلع لك بالمتر. فهتلاقي اللي جابة 0.1375. اللي هي تقريبا 30.75 سنتيمتر. كبر وير. اللي بتاعه 60 متر. والكروس سكشن الاريا كزا متر سكوير. واند انتو سيركولر كويل الريدياس بتاعها 0.02 متر. ده الريدياس. ترمينال كونيكتد بضايد اكت كارن سورس ابو ايم اف عشرة ده الفي بي. وعنده انترنال رزيسسنس واحد امبير. ميديني رزيستيبتي بتاع الكويل. وعايز ماجنيتك فلاكس دينستي اللي كونت في الكويل. طيب نفتح ورقة كده بيده. عشان نحسب الماجنيتك فلاكس دينستي في الكويل. ادي البرميبيريتي اللي هي فور باي. تيمبور نيجيتف سيفن. في الان. في الاي. على التو ار. معانا التو ار. اللي هي 0.02. يبقى انا ناقصني الان. وناقصني الاي. قلنا معاك واير. وتلفو. في كويل. يبقى هتشتغل بقانون الانس الواير اكوال ان في تو باي ار. طيب الانس الواير هو 60 متر. وادي الان. وادي التو. وادي التو. وادي الا خد باي بس 3.14. والار بزيرو بوينت زيرو تو. عشان يطلع لك الان بفور سيفن سيفن بوينت سيفن وين. يبقى دي الان. فور سيفن سيفن بوينت سيفن وين. ابروكسيمتلي. طيب عشان نحسب الكارنت. احنا محتاجين VB. على R بلاس R. ال VB بعشرة والار انترنت بواحد. طيب عحسب الار ده ازاي. resistivity lens على area هو مدي معليك resistivity 1.79 time 10 power negative 8 والlens 60 meter والarea 2 10 power negative 7 هتطلع لك resistance تقريبا ب5.37 أما تعوق بها هنا هيتطلع لك current 1.75 1.57 أما تعود هنا هو 1.57 هتطلع لك الإجابة 2.4 time 10 power negative 2 الليه الإجابة C circular metallic arc has radius of curvature by بس سنتيمتر يعني لازم تعمله time 10 power negative 2 الليه الby دي متوسلة better 14 volt والmagnetic field كان كذا تسلي initiated في center أهم حاجة وأنت بتجيب لأن هنا هتأخد لي الانجل اللي عندها الكويل مش الانجل الفاضي طب الانجل اللي فوق دي بكام ب360 minus 45 الليه هتلاقي 350 يعني هعمل الانجل 350 على 360 هتطلع لك الإجابة ب7 over 8 ده عدد وانا عقد في القانون العادي اللي هو الby هو مدها لك جهزة equal four by 10 power negative 7 في الان اللي هو قلنا 7 over 8 في الـ الـ i اللي احنا عايزين نحسابها عشان نحساب منها ال-R على الـ 2 multiple radius بس خبالك ال-radius كان by 10 power negative 2 ال-by دي اشتبها مع ال-by دي اطلع لك الكارنت ب28 أمبير وهو كان equal ال-VB اللي هي بـ 14 على ال-R فتطلع لك كده ال-R بنص وار الانس بتاعته ال-Wand into circular coil عندها 1-TL واذا ال-Electric current passes i سروزة coil المagnetic flux dynasty كانت B produced في السنتر لو عملنا له الـ to consist of two turns ال-N بقت ب2 عايز يعرف which is same current pass through عايز يعرف الفلوكس بعكام B تعال نكتب القانون بتاع الفلوكس ونعمل بيه ال-Ratio برميباليتي N-I على 2-R فلوكس 1 على فلوكس 2 برميباليتي ثابتة وال-2 ثابتة N-1 على N-2 I-1 على I-2 R-2 على R-1 هو قال لك same current واحنا عارفين ان ال-L equal N في 2-by-R يعني اللينس ثابت وال-2 R التوباي سابتين فال-N inverse مع R عشان كده ينفع نشيل R-2 على R-1 ونحط N-1 على N-2 عشان كده القانون كنا نحافظينه N-1 بار 2 وN-2 بار 2 طيب ودي فلوكس 1 ودي فلوكس 2 فلوكس 1 كان بوان B وإحنا عايزين فلوكس 2 N لو هنين كان بوان هو عتنسى بار 2 ودي 2 بار 2 ففلوكس 2 وهيطلع لك باربعه يبقى الإجابة 4-B ك part 2 bi وان يستطع بموانان اضافية لك في الوان ميزان ك part 3 ون لاعظة الـ يعني الهجرس الأولاني لو كان بوان واحد ك part 2 هيبقى ك part 3 ون لاعظة الديامتر بتاع كويل التريبل يعني الراديس الاولاني الى بواحد الراديس التانى بتلاتى ياولد اتقولي ده بيتكلم على الديامتر اقولك رشو الديامتر و رشو الراديس زي بعض keeping the number of turns and changed the n7 عايز يعرف مهيبتك في ركس دينستي احنا لسه كتبين b1 على b2 كان n1 على n2 i1 على i2 والراديس 2 على رديس 1 هوا لسه بيقولك النمبر في طرن السابتين طيب كانت فلاكس الأولاني بواحد و عايزين نعرف الفلاكس التانى الا i كانت 1 بواحد و دي بهوف والر 2 كانت بس 3 و دي كانت بواحد هتطلع لك الاجابة انها بقت 6 اللي هي b over 6 نمتشف زي فالون كيس الانتك فلاكسة في السنتر و في زي رينج انتو البيج هو الاولاني ده anti clock يعني ده قوت هنا ما ينتج فلاكس دينستي بزيرو اصلا ليه احنا قلنا اي شكل مقفول الكارنت بيمشي بيتقسم فيه ويمشي في حتة وحتة ويتجمعه فالفلاكس بزيرو هنا برضو الفلاكس هيبقى بزيرو هنا هو مداخل من هنا كارنت ب2 مداخل من هنا كارنت ب4 كارنت ب4 هنا تلاتة يعني هنا واحد طيب التلاتة دي جات مع الاتنين مشي هنا 5 امبير يبقى اكين الحتة دي كلها anti clock او clock sorry والحتة دي هي anti clock طيب مين اللي يكسب اللي هيكسب طبعا التلاتة امبير والخمسة امبير اكيده يكسبه الواحد امبير فعشان كده دي اللي هيبه اتجاهها enter page عشان كده هنختار الاجابه دي نقيت شوف the following cases straight wire محطوط adjacent to a ring اللي ان بتاعتها ب1 في simple lane و carry electric current y which of the following relation is correct for the magnitude of net magnetic flux dynasty عند point x وعند point y طبعا هو هنا الاتنين في same direction يعني احنا عمل بلاص لكن هنا الاتنين opposite direction فهنعمل minus فكده واضح ان هيكس اكبر من وي بس تعالى نتأكد احنا هنعمل هنا permeability في current بواحد على 2 by والمسافة بكام المسافة تعتبر باتنين هنعمله بلاص مع mu ال n بواحد ال current بواحد على 2 في ال r اللي هو بواحد طيب كده الاولانية تعتبر ميو على 4 by وهنا ميو على 2 هنعمل على calculator 1 على 4 by براس 1 على 2 هتطلع لك 0.57 permeability هنا هنعمل ال wire add mu current بواحد وادي 2 by بس المسافة 3 minus mu n بواحد وال current بواحد على 2 r اللي هي 2 في 1 على 6 by minus half بقى مش plus half دلوقتي هتطلع لك الاجابة بالnegative دي معناها ان كده الكويل هو اللي اكبر المهم ان هي 0.0 0.4 0.4 4 permeability سيبك من negative فده 0.5 0.4 فكده زي ما قلنا ان x اكبر من y opposite figure ring يعني ال n بواحد و straight wire insulated or placed same tangent to each other رغمى tangent يبقى distance بتاعت wire add radius بتاعت الكويل و الكتر current في هما الاثنين كانت قوي produce magnetic flux at center of ring with dynasty b1 و b2 respectively الresult تنتمعي magnetic flux dynasty في center بكام استحالة يبقى 0 لان احنا قلنا الحالة دي current بتاع wire و current بتاع coil لو equal مش ب0 ليه لان current بتاع wire على buy كان equal current بتاع coil جي من ده جي من ان flux بتاع wire لو كان equal flex coil في حالة neutral يعني permability في i wire على 2 by d equal mu n i coil على 2 r 2 تتشرط مع 2 والبرمability مع birmermability والن b1 و r d ف يطلع لك i على by equal i coil طيب دلوقتي مين اكبر b1 ولا b2 وهيتعمل plus ولا minus ده طارع وده نازل فهم هيتعمل minus مش هيتعمل plus طيب bermermability at liberability distance at radius 2 تتشان مع 2 وحتى i مع i وهنا n 1 فهنا flux coil 1 1 1 1 1 فكده flux coil هي الاكبر والكويل ده كان b1 ولا b2 هو ايلك ring و straight wire b1 و b2 فالكويل ده هو كان b1 والwire b2 فكده هي b1 minus b2 واتجاه out of bridge اللي احنا هناخد دلوقت اتجاه الكويل انه هو anti-clock فالاتجاه بتاعه هيبقى out opposite figure semi circle يعني the end of half wire segment is placed in the plane of bridge with another straight wire and both of them carry electric current of same intensity اللي هي قوي direction بتاع net magnetic flux سيبقى فين الwire ده here in here out إنما الرنج دي أو النص لفة دي اللي اتجاه بتاعها يعتبر clock wise يعني اتجاه N فكده مين اللي يكسب add big coil وadd bill wire big coil permeability NI على 2R لكن permeability I على 2 by D permeability add permeability current نفس current هنا لإن هنشيلها ونكتب off وخد بالك radius add المسافة radius add المسافة فالنحية دي بقت quarter والنحية دي 1 على 2 by دي اللي هي تقريبا هتطلع لك 0.159 لكن القوارتر 0.25 فكده B-coil هي الأكبر يبقى هناخد اتجاه الcoil انه هو into page نزاوب ذا تفجر if the two wire and the ring is the same plane and the result in the center ring طيب دا كان دا كان فوق وده كان clockwise in out in out sorry العكس وده كمان كان مدينا in flux كلهم بي when the current direction of wire x is reversed the result automatic flux dynasty في center هيبقى طيب على الوضعية الwire دا عمل out وده وده دا عمل out ون وهو بيقولك ان الليلة دي كلها flux بتاعها b وحقيقة كس اتجاه wire x يعني wire x دلوقتي هيبقى لفوق فهنا in out فده هيبقى بالن ثاني احنا محتاجين الاول نشوف الحالة الاولانية اتجاهها فين وانهي flux hole اكبر لان الحالة الاولانية نرجعها ثاني ان هنا in وهنا out يعني في الحالة الاولانية اللي هي flux بتاعها كمان عندك wire x plus flux wire y و flux coil عكسهم طيب ما تيجي نعمل door minus يبقى احنا كده فرضنا ان ال in هي البوستف والاوت والاوت هي negative طيب b coil camber mobility في ال in في الاي ال in two r ال r اللي هي تعتبر بنص دي ده كده هيطلع لك بميو one ميو bi wire اللي هي ميو في ال current على two by في ال d اللي هي واحد ونص والتاني زي بالزبط ميو في نفس ال current و two by والمسافة تعتبر واحد ونص بميو لما تعمل واحد على اثنين في بوائي في واحد ونص تحت ميو ده كمان هيطلع لك minus two point six sorry zero point two six five برمابيلتي لما تعمل ال one minus الانثر هيطلع لك الاجابة تقريبا ب zero point seven three four برمابيلتي طيب دلوقتي المناكز ده نخليه فوق فبقى in فاحنا كده هنخلي ده in هنخلي بلس مع الكويل فاحنا كده هنخلي ده بلس فانت كده هتزاود الرقم ولا هتقالله انت كده هتزاود الرقم يبقى الفلاكسة هيبقى greater than one انا مش محتاج احسبه انا بس محتاج اعرف هو هيزيد ولا هيقل كنت محتاج اعرف ان بيكويل هيك كبيرة اللي هي كانت in فده ما يبقى in معاها يبقى احنا كده هنزاود ال in اكتر وبيزا تفجر two straight wires are placed by each other tangential circular coil يعني distance بتاعت ال wire and radius باعت الكويل each wire carry electric current i and each current produce magnetic flux b at the center of the coil وين electric current is set up the coil magnetic flux في النص بعد zero طيب دلوقتي ال wire ده اين قوت ال wire ده اين قوت ال wire ده اين قوت يعني two wires لازم يدوني flux add flux ال coil وعكسه في الاتجاه يعني ال coil لازم يدينا flux اين ولا قوت قوت وقدل اثنين coil مع بعض قوت طب هو بيقولك ان كل wire الوحده مدينا flux b يعني كده two wires مدينا two b عشان كده الاجابة لازم تبقى two b flux under flux بس لازم يبقى مدينا قوت وقوت ده clock والanti clock قوت ده هتلاقيه في الanti clock يعني اخر اجابة opposite figure segment of fire بنتو تفورم quarter of circle يعني كده ال n بربع radius 2 by centimeter يعني multiply temper negative 2 ده radius محطوط في plane of page experiencing external magnetic field بكذا تسلا directed perpendicular و out of page ال net magnetic flux ده في السنتر بتاع ال b بكام الكلمة مدينا نففتين او و اتجاهه clock و الanti clock ده اتجاهه clock يعني flux هنا اين يبقى انا كده flux total هعمل flux external minus flux coil ليه minus عشان هما عكسة بعض ادي ده before temper negative 6 والcoil ال permability في n ب quarter في current 15 عد 2 r 2 by وهو عدين ستحولها ادي ال by رحت مع ال by و ادي الفورة اللي تحت رحت مع الفورة اللي فوق الاجابة هتطلع 3.3.5 طيب 2.5 بس انا اتطلعت للاجابة بال negative ده معناها ان flux ال coil كان اكبر ده عشان لكو انت عايز تعرف ان الاتجاه الاتجاه كان هيبقى into ال page edge of the figure straight metallic ring carry electric current في الاتجاه clock انشيت magnetic flux dynasty b في center c if the ring is being subjected to uniform external magnetic flux 2b figure in which net magnetic flux dynasty في center ring has highest magnitude increases after the ring rotated by 90 هو دم يروتات 90 فبقى الفلكس بتاعه ييمين ياشمال مع الاوت هيتعمله بايساجرس وده برده هيتعمل بايساجرس دم يلف 90 هيتعمل هيبقى الفلكس ييمين ياشمال فممكن يتعمل بلاس فيبقى الاولاني زاد لان الاولاني كان بايساجرس بايساجرس وبقى بلاس كان بايساجرس وبقى بلاس فكده زاد هنا الاولاني كان مينوس التاني ساقص دي كان مينوس وبقى بايساجرس زاد الاخير كان بلاس وبقى بايساجرس 1000 عشان كده الفجرين دول هما اللي زادوا بس لو بيسألك عن maximum كان هيبقى وان ندخل على السولينويد قالك انزوب ذات figure which of the following actions lead to doubling magnetic flux dynasty او strength في السولينويد هو كان قانونه ميو NI عالL فعشان ده يزيد الضابل الآن يزيد الضابل الآية تزيد الضابل او لنس يقل للهوف اول واحد increasing length قلنا لقى length يقل increasing electromotive force لان ده هيزودلي current الضابل فتبقى اللي جابها بي اوزت figure سولينويد connected وباتري ما عنداش انتلنا resistance لو resistance S increase magnitude وفمغنيتك flux في السولينويد اللي احسن الله لما ال S يزيد current اللي ماشي هيقل فبالتالي الفلوكس direct مع current وهيقل اوزت graph present relation ما بين المعينتك flux density produced في السنتر بتاع سولينويد و electric current number of turns بير ميتر اللي هي n يبقى كده عندك b equal mu n في i هناخد اي نقطة بس اخد بالك النقطة دي معمول لها multiply 10 power negative 4 و 10 power negative 7 الان عايزينها وهناخد الكرنت اللي عنده النقطة دي اللي هي 20 تطلع الاجابة approximately 52.5 و بزاة figure السولينويد لانس بتاعه 10 باي سنتيمتر consist of 500 الترنس connected ببتاري عندها رزيستور RN series ماجنيتك فلاكس في السنتر كانت كذا terminal D terminal D of the solenoid يعني ده النورس واحنا عرفين ان الفلاكس يمشي جوه من الساويس للنورس ثم حاطت صباعك ده مع الفلاكس فتلاقي الكرنت تطلع لفوق فتعرف ان النحية دي هو البوستف والنحية دي هو النجاتف يبقى كده الكرنت ماشي من A ل B طب عايزين كمتو بكم ادي ال B هو من الدرج جاهزة والبرمابلتي 4 باي 10 بار نجاتف 7 ال N 500 والكرنت عايزينه واللنس متدهولك 10 باي ملتبراي 10 بار البي تروح مع البي وشفت السولفة يطلع لك 0.12 امبير يعني اول اجابه OPPOSITE FIGURE شو سولينويد وفي رزيستنس R متوصل في الليكترك سيركت سوف تشوف فولون جراف بريزن فاريشن وينتك فلوكس أتسينتر سترينويد فرزيس الرزيسنس رس هي أما الرس دي تزيد هي الرزيسنس بتاعيتها تعتبر برر مع السلينويد يعني دي ده ودي رزيسنس السلينويد دي ودي البرر مع الرس فأما الرس تزيد الرزيسنس التوتل هتزيد فالcurrent المين هيقل بس اخد بالك ال V هنا سابتة لان ما فيش R إنترنل فال V على السلينويد هنا اكوال ال V على الباتاري لان هو V قد V دي قد V total ليه قد V total لازم ال V بتاعة السلكت وبعد V بتاعة الباتاري فبالتالي ال R هنا متغيرتش وال V متغيرتش يبقى الكارنت اللي ماشي في السلينويد متغيرش يبقى هنختار الإجابة B توصل لنوية X and Y هافسين نمبر افترنس carry direct electric current هاتشون انزوا بزا تفجر الرشي من الميتك فلوكس دينيس X و Y فلوكس X على فلوكس Y وكان برمابلتي NI على N برمابلتي ثابتة ان شاء الله فالN direct الN direct وهو بيقول لك سين نمبر افترنس اشتب الN الCurrent هنا 2 وCurrent هنا 1 يعني 2 over 1 لكن الLens هنا 1 والLens هنا 2 يعني 2 over 1 لان هي برضو inverse فتبقى الرشي 4 over 1 يعني كان حضرتك هتعمل IX على IY بس LY على LX عشان كده كان ده بثنين وده بواحد ده بثنين وده بواحد فتطلع لك 4 over 1 opposite figure سلينويد الLens بتاعه half meter number of turns 150 محطوط في اكترنس معيتك فلوكس دينستي بكذا بل للسلينويد access لما هقفل السويتش K الرزالة تنتمعيتك فلوكس دينستي هتوقف 0 معنى كده ان الفلوكس الاكسترنس قد فلوكس السلينويد صح؟ وبهم الاثنين عكس بعض طيب عشان يبقى هما الاثنين العكس بعض يبقى انا عايز فلوكس السلينويد شمال فلوكس السلينويد عشان يبقى شمال يبقى current اللي فوق لسه كنا عاملين واحدة زيها فيبقى current جاي من هنا فيبقى ايه هو negative وبي هو positive هو بيسألني على البي البي هيبقى positive طب احسب كنتم من ايه؟ احنا قلنا لازم الاكسترنال فلوكس اللي هو 2 في 10 بور نيجاتيب 3 ده يبقى add السلينويد اللي هو 4 باي في 10 بور نيجاتيب 7 في الان والاي عايزين نحسبها واللنس قال بهاوف ميتر هتطلع لك الاجابة تقريبا 5.3 اللي هي اخر اجابة which was a full on figure ان اتنا انتك فلوكس دينس في السلطة بتاع السلينويد is right toward parallel brain of page دول كده كده احنا حافظين ان هم هيتعاملوا بايساجرس ودول زيهم هيتعاملوا بايساجرس دول هيتعاملوا بايساجرس دول هيتعاملوا بلصة مينوس بص كده الفلوكس هنا نازل واما الـ current نازل هتلاقي الفلوكس بتاع السلينويد يميم ولازم ارسم دايرة حوالين ده تعدي في نقطة C وهو اتجاهه قوت يعني انتك فلوك يبقى برضه هيتدين الفلوكس بتاعي يمين فهنا الفلوكسين يمين لكن هنا هتلاقي الفلوكس ده شمال وما تيجي حتى تعمل تانجنت اللي ده هتلاقيه ناحية الشمال فلو كان عايز تلفت كنت اختار له دي لكن انا هنا هاختار C عمزة فيغار سلينويد كارييلكتر كارييكتر كارييكتر فيدينا فلوكس بكذا سنتر عند نوت D وفيه محتوط فوق البرجندكرو و الواير كارييلكتر كارييكتر 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 متدينا فلوكس دينيستي بكذا وعايز التوتل انت هنا عندك القرنط بتالسولينويد اللي تحت ففلاكسه هتلاقيه ناحية اليمين والواير ده إن ولا قوت ده إن فهتلاقي عامل كلوك ففلاكسه ناحية الشمال فالرقم ده هيتعامل مينوس الرقم ده يطلع لك 2 في 10 باور نيجاتيف 6 إنزا أوبزت فيجور سولينويد تكاري إلكتر الكورنط زي جنريت مينتك فلاكس في البي ده بتاعت السولينويد وبسايد السولينويد فيه ستريت واير بربندكرا العبرينه في بيتج وكاري إلكتر الكورنط بي برده عايز يعرف التوتر بكامل هتتعام بأساجرس طب ليه هتعام بأساجرس هنا الكورنط التحت فهتلاقي الفلاكس يمين هنا حضرتك هترسم سيركل وهو اتجاهه إن فهتلاقيه عامل كلوك فهتجاه الفلاكس يبقى تنجنت فهتلاقي الفلاكسين بربندكرا العبعد عشان كده قولنا ما نحط وير جنب السولينويد دايما هتعامل ببي ساجرس السولينويد اللينس بتاعه 20 صنط اللي هو 0.2 متر بتكون من 50 تيرنز ده الان وفيه الكتر كارنت انتنسي بتلاتة فيه كويل 10 تيرنز والردياس بتاعها 0.1 متر وإلكتر الكارنت انتنسي 1.5 والاتنين كونسنتريك وكو أجزيال عايز بنيتك فلاكس في الكومون سنتر بكامل طبعا ده الكارنت بتاعه الفوق ففلاكسه شمال وده فلاكسه يمين عشان عكسه فهتعامله ماينس طيب بي كويل كان 4 في الباي في 10 بار نيجيتف 7 في الان اللي هي 10 في الكارنت اللي هو 1.5 على 2R اللي هو 2 في 0.1 هنعمله معنا السلينويد اللي هو كان برضو نفس ميو 10 بار نيجيتف 7 الان بتاعتها كانت ب 50 والكارنت ب 3 سلسري زعلانة شوية نعدلها واللنس بتاعه كان ب 2 0.2 هتطلع لك الإجابة 8.5 10 بار نيجيتف 4 2s y سلينويد سلينويد يعني وهو 1 معمولين من 2 كابر واير يعني و الواير ده عنده سلينويد اخوا بلك اللي فوق كان لينس السلينويد لكن اللي تحت له ده إنسواير وفي دفرنت سيكنس يعني الاريا بتاعت الوايرين مش اكوال الاريا مختلفة مروض انواد متوصلين بسورس عنده نفس VB ومعندهمش انتنة رزيستنس الريش وانماتيك فلاكس دينيس في X Y 4 over 1 نفتح ورقة فاضية كده ونكتب بي اكس على بي وي 4 over 1 القانون كان برميابيليتي ان اي على اللنس وحضرتك الميو ثابتة والانس السنوية ثابت والان سابتة هو كان direct I X على I Y والI عارفين ان هي VB على R نفس VB يبقى ده انفرز مع R يبقى ده R Y على R X طيب هل في هنا R A هل الريزيستنس تاعت X 4 مرات من Y انا لو جيت اعمل دارش وكده اتلاقي R Y هي الاربع X فهنا بيقولك X 4 مرات من Y الكلام ده غلط وهل X Y الكلام ده برضو ايه غلط طيب هنعوز نكمل عشان نوصل في نفس الكلام هي الريزيستنس كانت رزيستيفتي لنس على الاريس سيم رزيستنس سيم رزيستنس الA وال و الR عزيز يعني هنا Y على X يبقى هنا ايهات X على ايهات Y يعني معنى كده ان ايهات X 4 مرات من ايهات Y هل ده موجود في الاجابة ايهات X 4 مرات من ايهات Y اه يبقى هنختار الاجابة بي opposite figure to serenoid وبره للبعض عايز يعرف ميتك فراكس بكام انت هنا الكارنت يعتبر ماشي يمين فدي الكارنت هتلاقي الفراكس التحت جوه وبره هتلاقيه طرع لفوق هنا الكارنت في نفس الاتجاه فتلاقي الفراكس التحت وهتلاقيه بره هنا يبقى الفراكسين كانوا هما الاتنين عبرد عند نقطة x to serenoid identical shape يعني same lens ويقوم نمبر افترنز الفيرست ون معمول من الكابر وير والتاني معمول من الالومينام edge of sim connected separately بالsame battery magnetic flux فورمد انزير كان بيوان على بي 2 عايز يعرف مين اكبر من مين وبالك ان resistivity بتاعت الكابر اقل من resistivity بتاعت المنم ومفروض دي معلومة تبقى انت تعرفها ان الكابر resistivity بتاعته اقل وconductivity بتاعته اعلى طب ادي برموبيلتي يعني ده current بتاعت الكابر وده current بتاعت الالومينام ولسه كنا اقلين ان من i equal vb على r يعني هنا resistance الالومينام وهنا resistance الكابر اللي هي direct مع resistivity صح واحنا قلنا resistivity مين الاكبر resistivity الالومينام هي الاكبر يعني resistance هي الاكبر يعني current الكابر هو الاكبر يعني b1 هو الاكبر اول اجابة طيب circular coil الديامتر بتاع 12 سنتيمتر يعني radius ب6 سنتيمتر اللي هو 0.06 متر carry electric current i produce magnetic flux in the center b coil turn is moved away عشان يكون السولينويد مش لازم يقولي بس مفروض تفهمها الكويل لما تبعدهم عن بعض بقى السولينويد same current ماشي في السولينويد الدانا ماجنينتك فلوكس ب2 over 5 في البي عايز يعرف لنس السولينويد بكامل طبعا هنا بي سولينويد على بي كويل هنا لنس السولينويد وهنا 2R كويل طب ما انا ممكن اراح دماغي واشلت 2R كويل دي واحط الديامتر بتاع الكويل طيب بي سولينويد كانت ببي لا ده بي كويل هي اللي كانت ببي يعني هي كانت بوانا اما بقى السولينويد بقى 2 over 5 لنس السولينويد احنا عايزينه بالصمتي فنسيب ده بالصمتي زي ما هو 12 cross multiplication او shift solve هتطلع لك الاجابة 30 سنتيمتر بقى 2 2 ثلينويد او ثلينويد A 200 و ثلينويد ب 500 و كاري ناي على اللينث وانا لك هما الاثنين سيم لينث والموت تشطب يبقى باعت ناي اقوال ناي ناي بتاعت اي اقوال ناي بتاعت بي ناي كانت 200 والكورنت باثنين نبي 500 وعايز اعرف الكورنت بكام هيطلع الكورنت بزيرو بوينت ايت سلينويد اللينث بتاعه L connected بباتاري ما عنداش انتين الريزيستنس وان كورتر افزا سلينويد كاتوف والريمينينج بارت هو اللي توصل بنفس الباتارية كورتر الترامة يبقى الريمينينج 3 كورترز طيب يعني لو اللينث الاولاني يبقى اللينث التاني خبالك مش كورتر 3 كورترز طيب نفتح برضو ورقة فاضية كده نكتب مع بعض القانون ونشوف ايه اللي هتشطب ده سلينويد يعني ميو ان اي على اللينث الميو ثابت لكن الباقي تغير ففلاكس وان على فلاكس تو الان دايريكت والكرانت دايريكت واللينث انفرز طيب احنا لسه يلينا اللينث وان لو كان بوان لينث تو بسري كورترز وده معناها برضو ان ان وان لو وان ان تو بقى سري كورترز لان هو نفس اللي سبيسنج فالل دايريكت مع الان طيب يبقى زي ما بنقول دايما لو جيت تكتب الان والان اللي هي وان على سري كورترز والل والل اللي هما سري كورترز على وان هتلاقي دا شطب معداء وده شطب معداء فدايما تأثير الال وتأثير الان بتشطب مع بعض كده مش مبقنا غير الكارنت طب الكارنت تتغير ليه؟ عشان هو في بي على الار طب ما هو نفس الفي بي بي بس الار مختلفة والار كانت resistivity لينث على area واللينث اختلف اللينث دايريكت مع الار والار انفرز مع الاي فانت كنت ممكن تعمل بي 1 على بي 2 equal L2 على L1 طيب هو هنا مدينا برسنت فهحط بي 1 مية في مية وعايزين نعرى بي 2 بقى كام L2 بقى 3 كورترز و L1 ب 1 اما عمل cross multiplication هيطلع لي بي 2 ب 1 3 3.33 فكده هو انكريز من 100 ل 133 فعشان كده هو انكريزز باي تيتا تلاتين في المية طيب Uniform coiled سلينويد اللينث بتاعه L و number of turns in cut into two part x و y اللينث L و 4 L respectively وتوصلوا بنفس الالكتريك بوتينشن يعي نفس البي بي عايز الرشو بي x على بي و اي ميو n i على ال L كل حاجة برضو تغيرت يعني لو هنفتح ورقة برضو هنكتب نفس الكلام بي ون على بي 2 n 1 على n 2 i 1 على i 2 لكن L 2 على L 1 طيب انت دلوقتي عندك L 1 كان ب 1 لكن L 2 ب 4 يعني ده 1 وده 4 فنمبره في تغنز هتلاقي 1 وده 4 وبردو نفس الكلام تأثير ال L وتأثير ال N راح والcurrent VB على R وال R resistivity Lens على area Lens direct مع R وال R inverse مع I يبقى انا ممكن نعمل B1 على B2 equal L cam L2 على L1 يعني 4 over 1 insulated wire ال diameter 0.4 cm coiled around iron road magnetic binomiality بتاعته كذا such that the turns of wire are tangent to each other أما السلينويد تبقى tangent to each other قلنا ساعتها Lens بتاع السلينويد هيبقى N في ال diameter بتاع ال wire أو equal N في 2R بتاعت ال wire Electric current 3 ampere ال setup عايز مينتك flux بكام الفلوكس permeability NI على Lens قلنا نشيري Lens ونكتب N في ال diameter لانه مدينا ال diameter ال N شرط مع ال N مدينا ال permeability 2 في 10 bar negative 3 والcurrent 3 وال diameter 0.4 بس سنتيمتر هيتحول هتطلع لك الإجابة ب 1.5 Tesla دي كده الأسئلة الخاصة بأول 2 lessons اللي هو ال B wire وال B سلينويد وكويل ان شاء الله هنكمل بقية الفيديو اللي هي الفورس والتورك والأجهزة في فيديو تاني لو في اي حاجة مش هاضحة في الجزئية دي او في نص الشابتر ده ابعتولي او سبولي comment ساعة عليكم